المترجم للقناة فعاليات الاحتفال بالأعراس الوطنية تتواصل والغانم يستذكر دور المقاومة الباسلة مشاطرا طلبة الكويت في لندن فرحة الأعياد في ذكرى الملاحم الوطنية مخترح قانون للشعبي عنوانه تجريم خطاب الكراهية ومنع التنييز وفي مواده ردع جنائي وتغريم مالي وهو رقم قياسي أنا ما أسمو الأرقام إنما أبي الناس أشجحهم على مواسط الرياضة وبمناسبة الأعياد العيدان يحرز رقم قياسيا جديدا في صعود سلالم برج التحرير وشرطة إدارة الأثر تحتفي على طريقتها الخاصة هذه الخطة يجب أن تنجز وهذه الخطة شاملة بدون أنه آمال لا يوجد هناك تنمية يصب علي التكهن الآن باتجاه المجلسي وسط تسارع وثيرة اجتماعات الكتن لبلورة الأولويات البرلمانية آمال بتسجل الخطة التنموية ومشاريعها سلم اهتمامات دور الإنعقاد نشرة الأخبار بن الراي أهلا بكم فيما تتواصل فعاليات الاحتفال بذكرى الاستقلال ويوم التحرير للمجيد عمت الفرحة أرجاء الكويت ونشرت السعادة بريقها اللامع عبر مختلف الأوساط الرسمية والشعبية والطلابية التي تجسد بمهرجان الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة وإيرلندا بمشاركة كل من النائب مرزوق الغانم والنائب السابق ناصر الصانع وفي هذا الإطار أشاد السفير الكويتي لدى بريطانيا خالد الويسان بالوحدة الوطنية وتلاحم القيادة والحكومة والشعب الكويتي معربا عن سعادته بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الكويتيين وبدوره تحدث النائب مرزوق الغانم عن دور المقاومة الكويتية الباسلة وسقوط الشهداء الذين سطروا بدمائهم صفحات رائعة في تاريخ الكويت مضيفا أنه قطع دراسته في الولايات المتحدة وعاد إلى الكويت وشارك في المقاومة ضد الاحتلال وعمل خبازا في ضحية عبدالله السالم من أجل توفير الخبز للكويتيين في ذلك الوقت العصيب بغية مساعدتهم على الصمود لفترة استمرت أكثر من سبعة أشهر وسط هذه الأجواء الاحتفالية التي تحض على الوحدة ونبذ الطائفية أكد الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك أن أعضاء الكتلة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على اقتراح بقانون يتعلق بتجريم خطاب الكراهية ومنع التمييز الفئوي بكل أشكاله سواء بالحظ على الكراهية أو ازدراء فئة معينة أو التحريضي عليها وأوضح البراك أن الاقتراح يشمل منع أي تمييز على أساس فئوي كان إيجابيا أو سلبيا في الفرص الوظيفية والتعليمية والصحية وبناء المواطن والمساواة في تطبيق القوانين واللوائح وعدم تركه عرضة للإهمال كما يشتمل الاقتراح على محاسبة كل ذي شأن أو طرف استهدف فئة معينة وكانت هذه المحابات المتعلقة بهذا الموضوع سواء بالتمييز الإيجابي أو السلبي وأضاف البراك بأن العقوبة لمن تثبت إدانته في خطاب الكراهية ومنع التمييز ستكون رادعة من الجانبين الجنائي والغرامة المالية سواء للموظف العام أو الأفراد أو وسائل الإعلام كما سيحرم المدان بهذا الفعل من حقوقه السياسية ترشيحا أو انتخابا وفق المقترح كعادته السنوية في شهر الاحتفالات الوطنية قام الخبير الرياضي علي العيدان بصعود سلالم برج التحرير بمسافة زمنية لم تتعدى سبع دقائق حاملا على صدره صورة الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله الصباح ويبلغ العيدان من العمو السبعة وخمسين عاما غير أنه يتمتع بصحة جيدة وعزيمة قوية دعته لتحقيق رقم قياسي جديد عن السنوات الماضية التفاصيل في تقرير لمحمد الحياري أهدي هذا الإنجاز الكبير إلى كل مواطن ومقيم على أرض الكويت دولة الكويت دانة العالم وأتمنى من كل مواطن مقيم ممارسة الرياضة لمحافظة على صحته والتعاد عن شبه شيخوخة بعزيمة قوية وإرادة لا تفتر تحد الخبير الرياضي علي العيدان تجاوز سنه النصف قرن بصعود سلالم برج التحرير في زمن قياسي لم يتعد سبع دقائق علي العيدان الذي ينعم بقوة جسدية ويحظى بوافر الصحة فعل ما لم يفعله شباب في مقتبل العمر حيث صعد خامس أعلى برج في العالم البالغ ارتفاعه ثلاثمائة واثنين وسبعين مترا ليبث الأمل في نفوس الكويتيين في رسالة مفادها أن تحقيق الإنجاز لا يحده عمر وأن التمتع بالصحة الجيدة المتأتية من ممارسة الرياضة يقلل تكاليف العلاج على الدولة ويصهم في تحقيق الغايات التنموية أهدي إنجازي هذا في سبع دقائق وهو رقم قياسي أنا ما أسبب لرقام إنما أبي الناس أشجحهم على مواسس الرياضة وطبعا الحين أنا 57 سنة طبعا الرسالة هذه اللي أبعثها لكل مواطن ومقيم أن يمارس الرياضة من أجل صحته لأن عندنا 700 ألف مواطن كويتي يشتكون من السمنة وزيادة الوزن وخشوت المفاصل فأنا وأنت لما نمارس الرياضة رح نخفف العب على الدولة بواسطة وزارة الصحة اللي تصرف عن الأدوية والعلاج علي العيدان الذي يحمل على صدره صورة الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله الصباح يحاول جهدا تحطيم الرقم القياسي الذي يحصر عليه سنويا فيما توثق ابنته أعماله وإنجازاته الرياضية على أمل دخوله موسوعة جينيس طبعا هذا مو تشجيع لنا إحنا بس حق عيال يديرة كلهم أن يصنوا رياضيين وطبعا يحافظوا على صحتهم مو بس صعود لبراج مو بس بالمشي بس إن شاء الله الثاني يعني طبعا كل واحد وشطرته طبعا نحن نحب نصور ودائما أي شيء يصير ناخذ صورة هذه حق التاريخ طبعا رقم المميز القياسي الأكيد نعطيهم إياه إن شاء الله وإن شاء الله ينشروننا في الموسوعة ويصر العيدان على إعادة الكرة العام المقبل والأمر يحدوه بتحقيق رقم قياسي جديد يتناسب وعمره لم يحل التقدم في السن دون تحقيق المواطن الكويتي علي العيدان إنجازه ليؤكد بذلك أن قارب الطموح لن يغرق في بحر من اليأس طالما أن هناك مجدافا اسمه الإرادة حمد دحياري الراي على طريقتها الخاصة أيضا احتفلت شرطة إدارة الأثر بوزارة الداخلية بالأعياد الوطنية حيث قدمت عرضا للكلاب البوليسية المدربة استعرضت من خلاله المهارات التي يتميز بها ذلك النوع من الكلاب والتي تسهل عمل الشرطة في تتبع الخارجين عن القانون بمهارة أظهرها المدربين في التعامل مع الكلاب في حين استمتع بالعرض عدد من الأسر التي خرجت للاحتفال بالأعياد الوطنية الكلاب المتعارف عليه هنا عندنا بالكويت اللي يسمونا هنا الكلب البوليسي الكلب البوليسي احنا عندنا أي كلب يشتغل فيه العمل الشرطي نسميه كلب البوليسي على إدارة الأثر شنو العمل اللي يبع عليه مبادرة مبادرة وطنية لعشرة غواصين كويتيين يتبعون مركز النخيل للغوص تمثلت بقيامهم بتثبيت علم الكويت وصور أمير البلاد وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في أعماق مياه الخليج قبالة جزيرة قاروة الكويتية احتفالا بالأعياد الوطنية كما شارك في الفعالية غواصون من الدول العربية وأخرى أجنبية والتي كان لها مواقف مشرفة في حرب تحرير الكويت كالسعودية وكندا وسرلينكا ومما يجدر ذكره أن جاروه كانت أول أرض كويتية يتم تحريرها من الغزو عام 1991 لقي شخص مصرعه وأصيب آخر نتيجة حريق اندلع في أحد الشاليهات المتنقلة في منطقة مزارع الوفرة حسب ما أعلنت الإدارة العامة للأطفاء والتي أفادت في بيان لها أن بلاغا ورد إلى غرفة العمليات عن اندلاء حريق في الشاليه آنف الذكر حيث هرع رجال مركز الوفرة بمساندة مركز الوصيب إلى مكانه ليتبين أن شخصا فارق الحياة بأثر الحريق ويبلغ من العمر 12 عاما وإصابة آخر ليتم نقله إلى المستشفى ليتلقى العلاج اللازم عفوا وعليه شدد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإطفاء المقدم خليل الأمير شدد على ضرورة التأكد بالسلامة التمديدات والوصلات الكهربائية وإطفاء المواقد ووسائل التدفئة أثناء النوم بغية التعامل مع أي حريق منذ بدايته والمحافظة على الأرواح والممتلكات فيما تتسارع الكتل البرلمانية للاجتماع بغية تحديد أولوياتها للمرحلة المقبلة رأى المراقبون أن البلاد تتعطش لترجمة الخطة التنموية الشاملة لتطوير كافة القطاعات والمرافق العامة وعلى الخط نفسه جرت تأكيد على أهمية انتشال البلاد من مستنقع الفساد والعمل بطريقة هادئة بعيدا عن مشهد التشدجات الذي تصدر الفترة السابقة وأولويات المرحلة المقبلة بحسب المراقبين في تقرير سمر شديق في يوم افتتاح دور الانعقاد الجميع أقسم على احترام الدستور والعمل من أجل الكويت بأمانة وصدق وإخلاص قسم بحسب المراقبين يجب يترجم مواقعا وفق خارطة طريق حدد ملامحها النطق السامي في افتتاح الفصل التشريعي الرابع عشر إلا أن الانطلاقة الساخنة ودائما بحسب المراقبين تبشر بمجلس تصادمي تأزيمي على جدول أعماله أجندات وأولويات يحملهما كل فريق سياسي على حساب التنمية نحن أمام خطة تنمية وهذه الخطة التنمية رصدت لها الحكومة في المجلس نيابي السابق منذ سنتين أكثر من 30 مليار من الدنانير لإنجاز الخطة لذلك هذه الخطة يجب أن تنجز وهذه الخطة شاملة فيها قطاع الخدمات الصحية قطاعات التعليم العالي والتعليم العام وفي سياق التأكيد على أولوية الدفع بعجلة التنمية يؤكد المراقبون على أهمية انتشال البلاد من مستنقع الفساد وإعادة الأمن والأمان للكويت أعتقد الأولويات تتجنح خطة التنمية تتجنح وانتشال البلد من مستنقع الفساد وإعادة الأموال التي تم صرفها على أوجع قير صحيحة وبالتالي إعادة الأمن والأمان للكويت لأنه بدون أمن وآمال لا يوجد هناك تنمية ومهما كانت التكهنات والحكم على المجلس لابد لوجود فسحة أمل للعمل الجاد وفق أولويات يجب أن تنطلق بخارطة طريق هادئة الحقيقة يصعب علي التكهن الآن باتجاه المجلس يعني المجلس يحتوي على أبي أقول أقطاب يعني نهايات الأقطاب من كل الأطراف فأنا ما أدري مدى إمكانية العمل الهادئ حاليا ولكن أتمنى أنهم ينتبهون إلى الموضوع ويكون على رأس أولوياتهم وبالعمل الهادي إذن يبنى جسر التعاون ما بين السلطتين وفق أسس إصلاحية تنموية صلبة تعمر لأربع سنوات وتعود بالفائدة على الكويت وشعبها سامر شديق نمور بأسماءه وهذا أنا أعتقد بأن هذه سقطة سياسية من النواب اللي كان من المفترض أنهم يحفظون حقنا الأدبي كان من المفترض أن يكون للحراك الشبابي وحراك القوى السياسية دور في خلق الإصلاح السياسي على الأقل على الأقل أن يذكر بأن هذا القانون تم تقديمه من قبل قوة 11-11 لكن للأسف وجدنا يعني كل جحود وقولها حقيقة وأنا متألم من النواب عندما تقدموا بقانونهم أن هذا القانون هو نسخة طبق الأصل من قانون تقدمنا به منذ عام تقريبا من ضمن حزمة قوانين طرحت بإسم حملة المبادرة الوطنية الإصلاح السياسي أو حملة كما أجريت إطلاق عليه حملة بادر حقيقة صعقنا وشعرنا بمرارة حينما تكون ينسى بالفضل إلى غير أهله أكدت الشركة البدرانية المتخصصة في تنظيم المعارض والمؤتمرات أنها تسعى لإدخال الكويت موسوعة جنس للأرقام القياسية وبهذا الصدد أوضح المدير العام للشركة البدرانية عبد الوهاب النجار أن الشركة ستنظم بمناسبة احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية أضخم عدد لمسابقات جنس في الكويت بإشراف مجموعة من محكمين من الموسوعة الدولية وذلك ما بين الأول والثالث من مارس المقبل بمشاركة عدد كبير من المتسابقين مع توقعات بحضور كثير من الجمهور يتراوح بين 10 ألف و 15 ألف مشاهد نشرة الرأي متواصلة وفيها بعد الفاصل مرشحو تكميلية البلد يرون أن التقنيات الحديثة ضرورة عمرانية وسكامية موسيقى 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 أهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية أجمع عدد من مرشحين انتخابات المجلس البلدي التكميلية عن الدائرة الرابعة على ضرورة استخدام التقنيات الحديثة في البلدية بغية موأمة التطور العمراني والسكاني المتسارع الذي تشهده الكويت حاليا وقال بعض المرشحين إن المجلس البلدي وبلدية الكويت يلعبان دورا كبيرا لناحية التغيير والإصلاح في إنجاز المشاريع التنموية وتطوير المظهر العمراني والجمالي في المحافظات الست وسن القوانين المناسبة والالتزام بها كما أشار بعضهم إلى الحاجة الماسة لتطبيق قوانين البناء ومد الجسور والطرق والأنفاق والمترو نتيجة الكثافة السكانية المتزايدة في البلد وقعت كل من الكويت والأردن اتفاقية لتشكيل لجنة فرعية لتشجيع الاستثمار بين البلدين بما يعزز التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية وخاصة الاستثمار وعقب توقيع الاتفاقية قال الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة الشيخ نمر فهد الصباح قال إن ما جرى يعطي دلالة واضحة على ضرورة وأهمية الحوار الثنائي حيث يجسد الرغبة الصادقة لكل البلدين في فتح قنوات جديدة من التعاون المتبادل وخلق آفاق واسعة في سبيل تقوية وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين فاصل بعده تشاهدون منتخب الكويت للجنباز يظفر بلقب عاشر البطولات الخليجية أهلا بكم وإلى الصفحة الرياضية حقق المنتخب الكويتي للجنباز لقب البطولة الخليجية العاشرة للجنباز الفني والتي اختتمت على صالة الناد العربي بمشاركة خمسة منتخبات خليجية حيث تمكان منتخب الوطني من الفوز بلقب ثلاث فئات من أصل أربع بينما حصل منتخب القطري على لقب فئة العمومي تقرير لأحمد لعنزي يستعرض نتائج البطولة بعد مستويات فنية عالية امتدت على مدى خمسة أيام على صالة الناد العربي الرياضي أزل ستار على البطولة الخليجية العاشرة للجنباز الفني بحفل ختام توجد فيه المنتخبات الفائزة في البطولة احنا فزنا تقريبا في البراعم والناشئين وكذلك الشباب العمومي طبعا حصلنا على المركز ثاني ما حالفنا الحظ شوي عندنا إصابات بالنسبة حق اللاعبين أثناء المعسكر لأداءهم بعض الحركات اليديدة وأيضا الصعوبات فنبارك للجميع اللي فازوا واللي حصلوا على المداليات سواء من مملكة البحرين أو مملكة عربية السعودية وكذلك دولة الكويت وأيضا نفس الشيء دولة غطر المنتخب الكويتي هيمن على غالبية المراكز الأولى في الفئات الأربع التي شملتها البطولة فحقق لقب فئة الأشبال لتحت 11 سنة ب 16 ميدالية منها 7 ذهبيات كما حقق لقب فئة تحت 13 سنة ب 16 ميدالية أيضا منها 9 ذهبيات شوف احنا المركز الثاني الحمد لله رب العالمين يعني ما أقول لك ضايق خلقنا لأن احنا مرينا بصعوبات يعني وتعديناها وصلنا لحق المركز صراحة مركز الشرف وإن شاء الله سنة الياية بدولة البحرين بطولة الخيج راح يكون فعلنا ذهب بإذن الله لقب فئة تحت 16 سنة كان من نصيب الأزرق الكويتي للجنبازي أيضا بحصده 12 ميدالية منها 6 ذهبيات وفضيتين وأربع برونزيات بينما أخفق لاعب الكويت لفئة العمومي من حسم لقبها بعد أن ذهب للمنتخب القطري مكتفين بالمركز الثالث بينما حل المنتخب السعودي في المركز الثاني استراتيجية وضعنا اتحاد القطري للجنباز أن نوصل مرحلة ما بعد الخليجية للعربية من ثم للعالمية والحمد لله رب العالمي بجهود الشاو بكل مجهود أخوان في أعضاء مجلس الإدارة رئيس الاتحاد اللجنة المنوبية القطرية على الدعم لا محدود بصراحة للجنباز وللرياضة بشكل عام والله منافسات جيدة وأشكر التنظيم قوية جدا بين الكويت والسعوديين هذا أغم منافسات أي أذكر البطولة الخليجية العاشرة للجنباز شملت على أربع فئات عمرية للمرة الأولى في تاريخ البطولة بواقع ثمان مسابقات مختلفة في كل فئة ختام مميز لئة البطولة الخليجية العاشرة لئة الجنباز الفني والمنتخب الكويتي يحصد القب ثلاث فئات من أربعة فئات ويذهب لقب الفئة الرابعة للمنتخب القطري من جهته أشاد رئيس الاتحاد العربي للجنباز وأمين السر العام بالاتحاد الكويتي سيف أبو عدل أشاد بالمستويات الفنية المتميزة التي ظهرت بها البطولة الخليجية العاشرة والتي شملت أربع فئات للمرة الأولى في تاريخ البطولات متمنيا تحقيق المنتخب الكويتي في البطولات المقبلة ألقاب جميع فئات البطولة الأربعة نشكر كل حضور على حفظ الختام ونهنئ الفائزين في هذه البطولة والعرس الخليجي وإن شاء الله نتأمل مبناء البطولات القادمة يتسيدون على الفئات الأربعة والعلم أول مرة تقام في الكويت أربع فئات سنية تقام على أرض الكويت البطولة الخليجي العاشرة هي مميزة لأن توقيتها في مناسبات العيدة الوطنية التي تحتضنها حال الكويت ويقول حق الغيادة السياسية ولكويت ألف مبروك على العيدة الوطنية ومبروك على نجاح بطولة الخليجي العاشرة وإن شاء الله نتأمل بطولات الخليجي الغادمة أبناءنا كويتين يقدمون مستوى أفضل من يقدمون في هذه البطولة مستوى فني البطولة متميز ومن أفضل لأفضل ونأمل إن شاء الله في البطولات القادمة بطولات العربية والبطولات الأسوية يحفظون على هذا المستوى يقدمون مستوى أفضل للصعود على منصات التتويج وقبل ختام الناشرة لهذا اليوم نذكركم بمتاباتنا عبر موقع تويتر آت الراي بيديا جروب أيضا تستطيعون مشاهدة جميع نشرات وبرامج الراي عبر قناتنا على اليوتيوب الراي تيوب كل عام والكويت بخير إلى اللقاء